لما كان أجمل من إقليم الأبلاند في فنلندا في فصل الشتاء في هذا الوقت من العام يأتي الناس إلى هنا للاحتفال بعيد الميلاد والاستمتاع بالهواء البارد والطقس الثلجي وكثيرا ما نسمع أن فصل الشتاء يسبب الاكتئاب والحزن إلا أن علماء من جامعة سيليسيا الطبية في بولندا وجامعة أنجلا روسكين في المملكة المتحدة كان لهم رأي آخر حيث أكدوا أن الأماكن الثلجية والباردة لا تمنح المتعة فحسب بل يمكن أن تكون مفيدة سريريا للأشخاص الذين يعانون من صورة جسم سيئة وفي أبحاثهم التي نشرت في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة يؤكد العلماء أن المناطق الثلجية قد تفيد كل من لديه ضعف احترام الذات وانخفاض الرضا عن الحياة التي يمكن أن تترافق مع السلوك المحفوف بالمخاطر مثل تجويع الذات أو استهلاك المنشطات أو غيرها من الأدوية التي تستكثر العضلات لقد أظهرنا في بحثنا أن التعرض للبيئات الطبيعية أو الطبيعة بعبارة بسيطة للغاية يرتبط بصورة أكثر إيجابية عن الجسم فالأشخاص الذين يقضون وقتا في الطبيعة يستفيدون بشكل فوري من صورة أجسامهم الإيجابية واستندت هذه الدراسة على تجارب أجريت على سبعين امرأة حيث طرح عليهم أسئلة طبية قياسية قبل وبعد إرسالهم للسير في الغابات الثلجية ركزت جميع الدراسات السابقة على فوائد ما نسميه المساحات الخضراء أو الزرقاء ولكن البيئة المغطاة بالثلوجي سيكون لها نفس التأثير وهذا ما قررنا اختباره في هذه الدراسة الخاصة يقول الباحثون إن التحسن لم يكن فقط في الحالة المزاجية ولكن في كيفية رؤية الناس لأنفسهم حيث أكمل المشاركون مقياسا لتقدير أجسادهم كما أكمل أيضا مقاييس الارتباط بالطبيعة وما يسميه مؤلف الدراسة التعاطف الذاتي يعتقد الباحثون أن سبب في تحسن المزاج في الهواء الطلق في الأماكن الطبيعية أن الناس يؤدون شكلا من أشكال اليقظة ويتم فك القيود والضغوط التي كانت تسقل كاهلهم في الأوقات العادية